السلام عليكم ورحمة الله في كثير ناس بسألوني شو الاسباب اللي بتخليهم يرفضونه في مقابلة فيزا الهجرة العشوائية لامريكا قبل ما ابلش بالفيديو بدك تتذكر انه ما فيش ضمان للقبول لاي انسان فيش انسان بالكون له دلال على السفارة الامريكية وما فيش اشي بالدنيا ممكن تعمله بتخليهم مجبورين انهم يقبلوك ممكن يكون فيه اشياء صح واشياء غلط لو عملتها بتنرفض ممكن اشياء تخليهم يقتنعوا فيك اكثر او تزيد فرص قبولك لكن ما فيه اشي بخليهم ينجبرو يقبلوك لو انقبلت في مقابلة بالسفارة بعدها بست سبع اشهر راح تسافر اول ما تنزل من الطيارة في مقابلة في المطار نفسه اهم سببين لرفضك في السفارة الامريكية الكذب والهبل شو يعني الهبل يعني انت مقدم لنوع فيزا انت مش مؤهل الها او انت مش مناسب الها انت مقدم لفيزا عمل ماشي فيزا عمل بدك تكون لقيت كفيل بدك تكون دورت على شغل قابلت جبت عقد عمل وعارف وين بدك تسكن وين بدك تشتغل وقديش راتبك وعنوانك وعنوان اللي مشغلك وكل اشي بتروح بتقولهم انا لا بقرأ ولا بكتب وبعرفش ايش عن امريكا طب كيف بدك تنقبل لو انت مثلا بدك تروح سياحة لا معك مصاري ولا عندك حساب في البنك ولا بحياتك زرت بلد قبل امريكا او يمكن بحياتك كل السفرات اللي عملتها في حياتك رحت عمراء السعودية ورجعت كيف بدك تقنعني انك انت انسان بتحب السفر ومن اولها زي ما بقوله اول ما شطح نطح عمرك ما طلعت من بلدك واول مرة بدك تطلع طالع امريكا واضح انك بدك تشتغل هناك وانظل فيها طول العمر فبدك تقدم على نوع فيزا بدك تكون عارف شو المناسب الها وهل الشروط هاي متواثرة فيك اللي لا السبب الثاني الكذب هم بكره الانسان اللي بكذب مش لانهم يعني ملائكة او بغلطوش او بحب اللي ما بغلط لا انت بتحكي مع سفارة مش مع واحد صاحبك فانت لو كذبت في معلومة معناته انت مخبه مصيبه اكبر لنفرض ان اسألتك ليش ما طلعتش حسن سيره سلوك وتقول لي انسيت بلك انت ارهابي بلك انت زعيم عصابة بلك عليك 30-40 جضية والحكومة مستحيل تعطيك حسن سيره سلوك فانت لو كذبت في معلومة بالنسبة لهم بفهموها انك مخبه مصيبه اكبر منها لا تكذب في اشي لا تقدم الطلب بدون اوراق كاملة لا تقولهم انا اعزب وانت متجوز مثلا وهكذا من اسباب الرفض في مقابلة الفيزا الهجرة العشوائية بالذات انك تكتب اسم مختلف عن الموجود في جواز السفر بالنسبة لامريكا ناصر بالاي شخص وناصر بالاي شخص تاني تماما فلو فيه فرق حرف واحد في اسمك او اسم ابوك او اسم العيلة خلص هذا واحد ثاني انت جاي تنتح لشخصية واحد ثاني طلبك مرفوض قبل ما تدخل تأكد ان اسمك في جميع الشهادات والاوراق اللي معك نفس الاسم بالحرف الخطأ في تاريخ الميلاد فيه ناس بقولك انا انا ولادت في شهر 12 بس سجلوني 11 عشان ادخل للمدرسة ما اتروح علي سنة اكتب في الطلب اللي موجود في شهادة الميلاد واللي موجود في جواز السفر الشائعة الخطأ في بيانات الزواج فيه ناس كتير بقولك انا بدي روح اسافر اول شهر شهرين لحالي اشوف الوضع اشوف وضع البلد اشوف بلجة شغل ولا لا بدبر سكن ولا لا وبعدين بخلي اهلي يلحقوني لحد هون تمام بس تروح اتعب الطلب تكتب لهم انا اعزب ولما تنقبل وتسافر وتوصل امريكا تقولهم بدي اسحب اهلي ما بزبط انت كتبت انك اعزب بدك تظل اعزب صعب جدا انا ما بقولك مستحيل لكن صعب جدا انك تقنعهم ليش ما كتبت ولادك في الطلب من اول مرة فعدم التطابق في البيانات يعتبر بالنسبة لهم تزوير ممكن اذا حظك سيء بعد ما توصل امريكا يقولولك ارجع سحبنا منك الفيزا بدنا شاكعنا في ناس بكون مثلا خاطب كاتب الكتاب قانونيا انت متزوج بقولك تاريخ الزواج او تاريخ عقد القران بروح بكتب تاريخ يوم راح كتب الكتاب او يوم طلب البنت عقد الزواج في تاريخ اكتبه ما اقللك امت اتعرفت على ابوها اشهر شرط واكبر شرط واهم شرط للرفض في السفارة مخالفة شروط الصورة فلو الصورة مستطيلة بدل مربعة لو الصورة خلفية خضرة زرجة حمرة لو الصورة انت لابس طاقية انت لابس نظرات سود انت لابس سماعات سماعات التلفون العادية مش جزء انه عندك ضعف سمع لو انت بتضحك لو انت مبوز لو انت مخالف لأي شرط من شروط الصورة راح تنرفض من اهم الاسباب برضو الخلط ما بين بلد الاقامة وبلد الميلاد لو انت قاعد في بلدك وساكن وبتشتغل ورح تقابل في بلدك اكتب عنوانك عنوانك اللي في بلدك لو انت طالع لبلد ثاني أسبوع وراجع اكتب عنوانك الدائم اللي انت مقيم فيه في بلدك لو انت طول السنة بتقعد في السعودية او في الامارات وبتروح على بلدك سبعين ثلاثة تشوف اهلك وبترجع اكتب العنوان الدائم اللي في السعودية او في الامارات فلو انت مصري عندك سفرة سريعة على السعودية يومين ثلاثة وراجع اكتب عنوانك اللي في مصر لو انت اردني طالع بزنس على قطر او دبي وراجع للاردن اكتب عنوانك اللي في الاردن لكن لو عندك اقامة دائمة في قطر وانت بتطلعش منها اكثر من شهر بالسنة مثلا لا اكتب عنوانك اللي في قطر عادي ليش لانه بعض البلاد مش مسموح لها انها تقدم لامريكا ممكن تكون اردني لكن مقيم في روسيا او الصين او افغانستان او نيجيريا هاي البلاد ممنوع تقدم وممنوع تروح السفارة تقولهم انا بدي اقدم لفيزا قرعة ممكن يسبحولك في انواع ثاني من الفيزا بس القرعة ممنوع لبعض البلاد من الاخطاء برضو عدم تسجيل كل الاولاد في ناس بسجل ولد وبينسى الثاني او بسجل لو لهد وبينسى امهم في ناس بيقولك مش راح اخذهم معاي من اولها بدك تخذهم بدكاش تخذهم بتقدم لهم تنقبلوا كلكم مع بعض بعدها البده يطلع يطلع والبده يظل يظل معهم فيزا انت ما بدهم بسافروا في ناس بقولك لصغير هذا عمره يومين او سبوع او شهر ما لحقتش اطلع له جواز سفار ليش احطه في الطلب يا حبيبي حطه في الطلب لما يصير فيه مقابلة للسفارة بتطلع له جواز في ناس بقولك انا اتجوزت وخلفت بعدين طلقتها بعدين اتجوزت الثانية بعدين خلفت من الثانية فبروح شو بعمل بسجل اولاده من زوجته الثانية وما بسجل اولاده من زوجته الاولى لو اتجوزت الف مرة بدك تسجل كل اولادك لانه ممكن في اي لحظة حتى لو بعد غربتك بالف سنة تيجي تقول انا بدي اسحب ولادي من زوجته الاولى حرام خليهم يطلع جنسية وقتها صعب جدا انك تضيفهم لانك كذبت وقلت ما عنديش ولاد غير هذا الحالة الوحيدة اللي بتقدر انك ما تضيف ولد او اكثر من اولادك انه يكون ابنك معه جنسية امريكية وانت لا او ابنك فوق الثمانتعشر سنة وقتها بتعبي طلب اليك والأمه والاخوانه اللي تحت الثمانتعشر سنة لحال وهو بعبي طلب لحال وفي احتمال كبير انه هو يطلع وانتوا تظلوا ببلدك او العكس عادي جدا بتصير اهم سبب لو انت متزوج من زوجتين او ثلاث او اربعة في القانون الامريكي التعدد ممنوع فالحل الوحيد عشان اتهاجر اتطلق كلهم الا واحدة وتقدم على اسم اللي ظلت على ذمتك اما تقدم على اسم واحدة وتخلي واحدة او ثنتين او ثلاث في بلدك لو عرفه رح تلتغل فيزا والاقامة وترجع بلدك وممنوع تدخل امريكا بعد اليوم فعشان هيك بقول لك اهم سبب للرفض هو الكذب في امريكا التعدد جريمة عظمى يعاقب عليها القانون تتراوح من بين سبع سنين ممكن تصل لخمستعشر سنة في بعض الولايات فبدك تكون فاهم القانون كويس لو عندك اي سؤال عن الهجرة بالقرأة العشوائية اكتب لي تحت بالتعليقات فيما بعد بنجمعهم مع بعض فيديو الرد على اسئلة المتابعين ولو عجبك الفيديو لايك للفيديو لو عجبتك القناة اشترك بالقناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك جديد اول بول خليها الكل مش مخصصة عشان يجيك اشعار ان محمد ناصر نزل فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته